أكبر إهراءات في منطقة الشرى الأوسط كانت هذه الوقت جابرييل أسيون، هندس مدني ساهمت أبوشي بالدراسة مع الشركة الشيكوسلوفاكية لتنظيم دراسة المشهور لتقديم المناقصة باسم رودولفلييل ستروش إكسبورس الأوتاد مسبقة الصناع عدد تقريباً 2500-2600 وثد اللي هن صبيناهن قبل وبعدين دقيناهن هن أساسات كل الإهراءات حالياً موجودين هلأ طريقة التنفيذ اللي عملت أول شيء التور ديماشين اللي هو علوه سبعين متر والخلايا علوهن خمسين متر هايدي التور ديماشين هايدي نازلة تقريباً 8 متر تحت مستوى البحر هولي الكوفراجيت يعني عندك 1-2-3-4-5-6 كوفراجيت طبع الأولي بالإنزلاقية الخلايا الكبيرة هايدي إياها هايدي الخلايا الكبيرة وهيدي الخلايا الوسطنية وهيدي الخلايا الصغيرة نعملوا أول شيء أربعة صفوف خلايا مع التور ديماشين صبي واحدة ثاني صب نعمل كمان أربعة صفوف يعني أربعة وأربعة صار ثمانة بعدين ثلاثة وثلاثة يعني ثمانة وستة أربعة عشر نحن نعملنا هون أربعة عشر خلية بالثلاثة واللي نعملوا بعدين هن الصفين الإخرانيات للـ 15 ألف طون اللي نعملوا يمكن سنة ستة وسبعين أو ستة وسبعين نفذناه خلال سنتين ونص وهالسنتين ونص اشتغلنا في ليل ونهار يعني مش إنه ضربة عصى أو بعصى صحرية لا هداك الوقت كلف المشروع الهندسة المدنية يعني نحن تسلت عشر مليون ليرة لبنانية وهيدي الهندسة المدنية الأشغال الميكانيكية اتنفذت من قبل شركة سويسرية بهلر كلفت حوالي الأربعة مليون يمكن كل هذا المشروع كلها في حدود 25 مليون 24-25 مليون ليرة لبنانية في ذلك الوقت كانت الدولار يمكن ليرة ونص أو ليرة تقريبا هؤلاء الصور الكاديريجيون هو إدارة المشروع هذا الفريج رابيك هو المدير التشيكوسلوفاكي نمبر اول وبعدين عندك مدير إداري كمان تشيكوسلوفاكي نائب مدير الورشي اللي هو تشيكي ونائب مدير الورشي اللي أنا كابرييل وعندك أستاذ الله يرحمه ريموروفايل كان مدير إداري مساعد للإدارة التشيكية هؤلاء الخمسة اللي قدروا كل تنفيذ مشروع الإهراءات بالهندسة المدنية هؤلاء اللي يوقفوا كلها على كتافنا كان عمال لبنانية وسورية عمال البطون كان في كتير عمال سورية وعمال حديد بعدين كلها تربوت فينساج كان كلها شركات سوتريتانس كلها شركات الليبنانية سابكنتراكتور بس كلها نحن نديرها كلها لو هالبتمان شانجوت كان يكون العدد أكتر كتير والأضرار المادية كان يكون أكتر كتير كان أكيد أعمال إكران حماية كبيرة لكل المنطقة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر